الحوار الوطني في جلسته الإجرائية إقرار من جميع الأطراف بجو عام جيد وتعبير عن إرادة واحدة لإيجاد حل للأزمة السياسية التي تعيشها البلاد اليوم نرى الجو إيجابي واتمنى أننا لنكملها لكننا نحن ويعين لفها مع عقبات جدية ونعرفها لكن إن شاء الله هالإيجابة هذه وهل خاصة ما عبر عنه من إرادة لإيجاد حل وإيجاد دوافق إن شاء الله تعبر عن نفسها في كل محطات النقاش المناخ طيب والعمل الحقيقة فيه جو هاي الباب يبقى مفتوح إلى حد أن ندخله في الأمور الأساسية معنا أننا نتهيئوا من الأمور الترتيبية ويبقى الباب مفتوح لكن مع التزامهم بالشيء لا تفقنا عليهم لأننا نحن نحلل المسائل منه الجديدة لأن كان هناك أجواء تفاهم إلا أنه يوجد نقائص متمثلة أساسا في غياب أحزاب يأمل أطراف الحوار انضمامهم في أجل أقصاه يوم الجمعة هي ثلاثة أحزاب أنا شخصيا قمت باتصال البارح بس عماد دايمي الأمين العام تحزب المؤتمر اليوم يعقدوا مكتب سياسي وإن شاء الله يعني النتيجة تكون إيجابية على كل حال نحن دفعنا في هذا الاتجاه هناك كذلك من يتصل بالأخوة في طيار المحبة النقطة الأولى التي تناقشناها هي إقناع الأطراف الغير الممضية وتكفلت الأطراف الراعية بمواصلة الاتصالات وعملنا أخر أجل طبيعي لأنه انتلاق الحوار يلزم يكون أخر أجل للإمضاع على الوثيقة ثم تناقشنا في آلية والله الأكثرية أنه انهار الجمعة ما زلنا ما اتفقناش لكن أرجح أن يكون انهار الجمعة دايق عنا نقطة للنقاش هي تسقيف النقاشات التمهيدية نجموش نقعد إلى ما لنهاية وإحنا نحاول من أجل الحوار أشغال المجلس الوطني التأسيسي مرتبطة الآن بتوافقا في الجدول الزمني الذي ستفضي له الجلسات الإجرائية للحوار الوطني يلزم تصير توافقات خارج المجلس بالتوافقات هذه يتم التصويت عليها بسرعة لأنه كان مش أنه ما نعملوش توافقات هنا مش للمجلس بش ترجع الحوار في المجلس والمعاء والضد إلى خيره وما نقناش بقدمه في انتظار أن يبدأ الحوار رسميا يبقى باب التوافق والانضمام مفتوحا أمام جميع الأطراف السياسية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر